اخواني واخواتي كثير من الناس تجده اذا صام يصبح اليوم جافي القلب غليظ القلب بذيء اللسان يظهر عليه علامات العبوس وتقطيب الجبين انسان يظهر عليه اثار الضجر واذا ما سألته عن ذلك قال لك انا صائم الصيام يا اخواني واخواتي لم يأتي لأجلا يسيء الانسان خلقه الصيام جاء ليهذب الانسان خلقه الصيام جاء ليزكي النفوس لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثنا على حفظ اللسان حال الصيام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فإن يدعى طعامه وشرابه حتى يفهم الانسان ان حسن الخلق عبادة يحبه الله عز وجل وهذه العبادة يلزم صاحبه اليوم اللا يسيء خلقه مع الناس وإنما تزكو نفسه إذا كان صائم أكثر من حاله قبل الصيام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة